بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كما عودناكم نتابع آخر المستجدات فيما يتعلق بالانتخابات التركية المصيرية نتابع معكم ما كتبه علي حسن باكير الكاتب التركي تحت عنوان من هنا وهناك سوق التوقعات في الانتخابات التركية لمعرفة التفاصيل كونوا معنا حتى النهاية يقول علي حسن باكير ما أن تبدأ التحضيرات للانتخابات في تركيا حتى ينطلق موسم التوقعات ربما في إشارة إلى استطلاعات الرأي التي لم ولن تتوقف يتابع باكير ويخيل إليك أنك في سوق ينادي فيه كل محلل بتوقعه حول الجهة الفائزة في الاستحقاق الرئاسي أو تلك التي ستظفر بالبرلمان ولا يخجل هؤلاء من التأكيد على ما ذهبوا إليه بالرغم من استثنائية التجربة وعدم وضوح المعطيات على الأقل في هذه المرحلة وما أنه لا شيء يمنع أي جهة من التوقع إلا أن التأكيد على القدرة على التوقع في الظروف الحالية هو ما يثير الاستغراب والتعجب طبعا نحن نتابع معكم ما يكتب هذا الصحفي التركي لا يلزم بالضرورة أن نتفق مع كل ما يقول وأترك لكم حق النقد وحق توجيه الأسئلة وحق التعليقات فيما ترونه صوابا يتابع باكير وإن كان للتقدير أو التوقع أو التخمين أن يصح فالأولى أن يكون ذلك لمن يمتلك الموارد والأدوات والمعلومات التي تمكنه من الحكم بشكل أفضل على النتيجة المحتملة أو السيناريو الممكن في هذه الحالة تمنح الأولوية لمتابعة نتائج استطلاعات الرأي التي عادة ما تنطلق قبل فترة معقولة من إجراء الانتخابات لكن التجربة تقول إنه بالرغم من كثرة مؤسسات وشركات استطلاعات الرأي في تركيا إلا أنها نادرا ما تصيب عندما يتعلق الأمر بالتفاصيل فإذا كانت هذه المؤسسات لا تصيب مع توافر اللازم لها من المعلومات والتقديرات فالأجدر بنا أن نترك لعبة التوقعات خاصة في هذه الظروف وفي هذا التوقيت التوقع أو الاستقراء أو الاستنباط أو التخمين أو سمه ما شئت كلها عمليات تحتاج إما إلى معطيات حسية ملموسة وإما إلى تجربة تاريخية والعاملين المذكورين غير متاحين الآن بسبب استثنائية الظروف والتشكيلة الانتخابية غير المسبوقة خاصة لدى أطراف المعارضة من سيحسم الجدل في هذا الموضوع هو صوت الناخب نفسه فالأجدر بنا ترك التخمينات والحديث عن المعطيات المتاحة يتابعني حسن باكير ونؤكد ما قلناه في البداية لا يلزم بالضرورة أن نتفق مع كل ما يقول فللجميع حق النقد وتوجيه الأسئلة والتعليقات كل صوت مهم يقول باكير خلال مشاركتي في برنامج تقدير موقف على شاشة التلفزيون العربي مؤخرا أكد أحد الضيوف أن كل صوت في حد ذاته مهم بالنسبة إلى حزب العدالة والتنمية ومع أن هذا التوصيف صحيح سيم مع اجتداد الاستقطاب الداخلي وتوحد خصوم حزب العدالة والتنمية في تحالف سداسي لا يجمع بينهم شيء أساسي باستثناء الرغبة في الإطاحة بالرئيس أردغان إلا أن الحزب مسؤول عن هذا الوضع الذي بات مصيره فيه مرهونا ليس بأداء المعارضة فحسب وإنما بقدرته على الحفاظ على حلفائه وجمع المزيد من أصوات الصغار أيضا يتابع باكير فعد عن التراجع في الشعبية والأداء كما أظهرت نتائج الانتخابات السابقة منذ العام 2015 إلا أن الحزب كان بغنى عن دفع بعض الأحزاب والشخصيات والجماعات عنوة إلى حضن المعارضة شخصيات مثل أحمد داود أغلو وعلي بابجان وتمل كرمالة أغلو كان بالإمكان العمل على احتوائهم في مرحلة ما قبل أن تسوء العلاقة معهم ويتحولوا إلى أوراق في يد المعارضة كل الأصوات مهمة نعم لكن من الأولى عدم خسارة الأصوات التي من المفترض أن تكون معك حتى لا تضطر إلى البحث عن أصوات أخرى أو ربما تدفع ثمن ذلك غاليا في النتيجة النهائية يتابع علي حسن باكير تعليقاته وتحليلاته حول الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية وما تفعله التوقعات واستطلاعات الرأي على الرأي العام يقول المعارضة تستنسخ استراتيجية حزب العدالة والتنمية حزب العدالة والتنمية في الحكم منذ ما يزيد على عقدين من الزمن ومع أن أحدا لا يستطيع أن يجادل بأن أداء الحزب لم يكن مميزا في الفترات الأولى من حكمه إلا أنه كان قد بدأ يتراجع في النصف الثاني من العقد الثاني لأسباب واعتبارات كثيرة من بينها غياب المنافس الرصين وعدم وجود معارضة بناءة ومع ذلك فقد باقي حزب العدالة والتنمية في السلطة حتى اليوم ولعل أحد أبرز المعادلات التي سمحت له بذلك هو قدرته على جذب الأصوات من مختلف الشرائح من خارج دائرته الصلبة أو نواته الأساسية وقد كان هذا التنوع يشمل البعد القومي والعرقي والأيدولوجي لقد ساهمت هذه المعادلة في بقاء الحزب متربعا على كرسي السلطة بشكل أحادي حتى عام 2015 حينما بدأ واضحا حينها أن الحزب يتغير وأنه بدأ يفقد هذا التنوع خلال العقد الثاني من حكمه مما اضطره إلى التحالف مع حزب الحركة القومية لسد الثغرة تعتمد المعارضة الرئيسية اليوم على نفس الاستراتيجية في محاولة الإطاحة بحزب العدالة والتنمية فخلال سعيها لتوسيع دائرة الأصوات التي تحصل عليها تحالفت المعارضة الرئيسية ذات التوجه اليساري العلماني مع أحزاب اليمين والوسط بالإضافة إلى الأحزاب المحافظة والليبرالية ذات التوجه الإسلامي كما دخلت في تحالف غير معلن مع حزب الشعوب الديمقراطي الكردي الذي يؤخذ عليه دعمه لحزب العمال الكردستاني الفارق الوحيد هو أن هذا التنوع ليس منصاهرا في ذات حزب الشعب الجمهوري المعارض كما كان عليه الحال في حزب العدالة والتنمية في عهده الأول لكن هل ستنجح هذه الاستراتيجية؟ الموعد في 14 أيار المقبل سيكون هو الاختبار يتابع باكير الدروس على سجادة الصلاة قد يقوض حضوظك خلال العقد الماضي شهد الاتجاهان المحافظ واليميني صعودا كبيرا داخل تركيا حتى بات يشكلان اليوم غالبية القاعدة الأساسية للناخبين ونظرا لمعرفة الأحزاب الرئيسية بهذا التحول المجتمعي لاحظ حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة وذوء التوجه اليسار العلماني أن هناك حاجة للتماهي مع الشريحة المحافظة في البلاد في محاولة لكسب ودها والحصول على أكبر عدد من الأصوات منها ظهر هذا التماهي أو خطب الود إذا ما صح التعبير خلال السنوات القليلة الماضية في أشكال مختلفة ومتعددة من الكلمات إلى الصور إلى الشعارات والدعايات والحملات وحتى المرشحين كما في حالة أكمل الدين إحسان أغلو وأكرم إمام أغلو يتابع باكير لكن يعتقد كثيرون أن حزب الشعب الجمهوري يتملق وأن سلوكه ليس حقيقيا ولا ينبع عن تغير أو تصالح مع تاريخه المعادل المحافظين ومظاهر الإسلام عموما ولهذا السبب بالتحديد تسببت صورة حديثة تظهر زعيم حزب الشعب الجمهوري ومرشح تحالف المعارضة للانتخابات الرئاسية كمالكي لشدار أغلو واقفا بحذائه على سجاد الصلاة في إثارة حالة من الصخط الكبير ضده لدى شريحة واسعة من الرأي العام مع سيل من الانتقادات وبالرغم من أنه اعتذر عن ذلك متذرعا بأنه لم ينتبه إلى السجادة إلا أن ظهور صور أخرى في نفس الموقع مع أشخاص آخرين شككت في صحة كلامه وبالنسبة إلى كثيرين فإن عدم انتباهه لسجادة الصلاة إن صح بالإضافة إلى عدم انتباه أي من الواقفين معه في الصورة أو الصور الأخرى هو شيء طبيعي لأنه لا ينتمي إلى الثقافة العامة للشعب التركي أو ليس مدركا لها وفق تفسير هؤلاء إذن متابعين الأعزاء تابعنا معكم ما كتبه علي حسن باكير تحت عنوان من هنا وهناك سوق التوقعات في الانتخابات التركية أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو كما لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته